السلام عليكم شو بير دي زادك العادة معكم مرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخرج الوطن اليوم جينا نتكلموا على واحد شنهره يتكلم بزاب في القنوات قنوات قنوات الفراعينا قنوات أبناء قنوات الفنك بنت مغاربية قناة بنت المغاربية قناة الفراعينا قلوا باسمه وهو عمر بهلول هذا عمر بهلول راه يدير راه يمارس في الضغوطات على الرابطات على الجهة الشرقية راه يمارس اليوم وراه يوصل معلومات خاطئة للرئيس الرئيس تاعة ولأمره وهو لفتحه اليوم نقول لفتحه وهو لفتحه مبارك رئيس رابطة عن نابا الجهوية يفضح ممارسات بهلول اليوم جينا نتكلموا هذه المعلومة ونمده ضرب رئيس الرابطة عن نابا الجهوية لكرة القادم المصداقية العظم والمكتب الفيدرالي ورئيس الرابطة الطرف الجهوية من خلاله رئيس رابطة الطرف الولائية عمار بهلول هذا عمار بهلول في الصامين بمرسلة رسمية كشفة من خلالها ممارسات العظم المكتب الفيدرالي الذي يكون قد داسع القوانين قوانين اللعبة واللعب النظيف وقوانين المتعامل بها في الاتحادية الجزائرية ومتعاملين بها كاحتراف بالقوانين فينكة الفيفا اللي فرضتهم على الاتحاديات المحترفة والدور اللي يكون عندهم الدور المحترف أما لا راه مارس ضغوطات باش يعمل المصالح تواع احنا لابنا كيفاش يعملو وحملت هالي المرسلة مرسلة الرئيس الرابطة عن نابا الجهوية بتاريخ بتاريخ 6 أكتوب 2017 للحد الآن ما زالوا ما خدموش ما زالوا كليشون هذا بهلول قال لك أنا احنا جينا نظمو جينا نظفو جينا نسيرو تسير حاسنو قال لك أنا نطلع المستقبل هذا المستقبل محتكا كدير ضرب كان إلا كنت محقور ونرسل رئيس اتحادية كونف لنرسل لهالك هاراني محقور هاراني محقورة ودعمي هاشوف من المستيس أكتوب الفين نوفمبر ورسل ما زال ما ردولوش لحد الآن حتى زاد مرسلة وحد أخرى لموجهة إلى رئيس الاتحادية في توضيحات تتعلق بأسباب عدم قدرة الرابطة الرابطة في تسير بسبب بسبب ممارسات لرهيديرهم هذا هذا بهلول ممارسات خاطيرة الدوس على القوانين تهديدات باسم وناس ناس ما يهدد ناس باسماوات هو يشوف فيهم ثقال اسماوات هو يشوف فيهم ثقال اسماوات ثقال يعني هذا بهلول راه هذا الرئيس الرابطة رابطة عن نابع الجهوية مبارك راه فضح ممارسات بهلول راه فضحهم ونزيدوا فانيكو حسب ما ورد في المراسلة قبل أن يضاف يضيف مبارك وهو مبروك وهو وهو يفضح ويورد عمر بهلول أمام الرئيس الاتحادية وكل نوادي الرابطة الطرف الولائية بقوله 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 خلال المراسلة إني لواره السل إنني أعتبر بأن المعلومات الخاطئة تم تقديمها ودوس على القوانين للمكتب الفيدرالي دون أن يذكر هذا الاسم غير أنه قدم كل مؤشرات خلال البيان بأن خلال البيان بأن هذا الإنسان قام بتغليط ودوس على القوانين حسب المقاس لرئيس الاتحادية وكل أمره وزاد في المراسلة فانيك أحمد هذا مبارك حملت أيضا نقاط نقاط تفضح أيضا عمار بهلول ولم يترك الرئيس رابطت عن نابع الجهوية إقدام بهلول بصفته رئيس رابطة الطرف الولائية على مرسلة رسمية طلب منه تطبيق القرار المكتب الفيدرالي حيث المحى مبارك بأن الإجراءات الإدارية الصحيحة لا يقبل أن تتلقى الرابطة الجهوية أمر من الرابطة الملائية مشير إلى أن ضغوطات قوية كانت تمارس على رؤاسة رابطة منهم لحط الاستقالة وهو رئيس رابطة قسنطينة رئيس رابطة يعني هذا الإنسان كان يدير عليهم ضغوطات وكان يفرض عليهم أشياء غريبة أشياء غريبة باش يفوت يفوتوا البلان تاحهم هما ولا يدير ضغوطات على ذا الناس اللي كانوا يخدموا كانوا يخدموا حسب القوانين كانوا يطبقوا القوانين ميكانوا رجال كانوا معهم رجال كانوا يطبقوا القوانين بالصح هذو المسؤولين تعكورة القادم كي جاو هذا كي داروه منسق ما بين الرابطات داروش باش يخدم باش التطوير وباش منا يخدموا لا منسق ما بين الرابطات لما يجبه باش يوخروه يدور يهدر يشوف طف طف لما يجبه باش يوخر وحنا المعلومة اللي علمنا هذا بهلول عنده وكان سيسبوندي في طروازون ثلاثة سنين هو سيسبوندي ثلاثة سنين هو سيسبوندي داروه مقابل البارح تعلاكوك داروه مساعد حاكم حش كي باش رادي كان رادي عاودوا رادي وقال لك بان نظموا وانطبقوا وانديروا صارما صارما مكاش صارما مكاش صارما والله ما تسعها قاع هننقولكم ونزيدوا فانيك نزيدوا نمدوا على هذا الإنسان هذو هذو سطحيا هذو سوالح سطحيا هذو سوالح سطحيا الناس مشي بغي تتغمق داخل هذو سوالح سطحيا مبارك نحن نزيدوا وأقدم أحمد مبارك على كشف المسطور وفضحه لممارسة العضو وفضح لممارسة العضو المكتب الفيدرالي حطام الرقم القياسي في عدد الرحالات التي استفاد منها على حساب على حساب الاتحادية دون غيره من باقية الأعضاء المكتب الفيدرالي إثر أثار غاضب ما أثار غاضب بعض المجموعة تعرأس الاتحادية الذي سرع للاتصال أول أمس هاتفيا بالعضو عمار بهلول مستفسر إياه حول حقيقة ما ورد في المراسلة الرئيس الرابطة عن نابا جهوية ولم يجد بهلول الذي تنقل مرتين سمعونا مليح تنقل مرتين إلى مصر لحضور لحضور أشغال الاستماع الاتحاد العربي دون علم بعض الناس في الاتحادية دون علم بعض الناس في الاتحادية بس نعطوكم هذو المعلومات رأنا نمدون فيهم كما قلنا نستاهدون نجيبوكم ذو المعلومات بس نفتحوا هذو الناس اللي قال لك بين نظروا شاب يتنظم شاب يتنظم ثم داخلي لاغي تحواس داخلي نعلي هذو اللي بين نظر الاتحاد العربي ولمنافقة نصر حسين داي في البطولة العربية وتنقل مرتين مع المنتخب الأول والمحلي ما يدفع به ما يدافع به عن نفسه أمام ولي أمره والمجموعة ولي أمرهم الذي ظل يستفسر عن هذه الأخبار وظل يدافع على عمار بهلول ولا يدافع عليه يستفسر بسرح يستفسر بهلول بسرح منا يقوله ناس يدافع عليه يدافع عليه خدش عليهم سايبوه صباح الله سايبوه محمد الماء الماء أروى الصباح يصيبوا عند الباب محتوط يجيب له الماء أروى صباح في ظل وشعر بهلول بالحرج كبير كونه فشل في تمكين البطل ولايته من ارتقاء إلى الجهوي الثاني على الرغم من محاولته ومروغة رئيس ولي أمره وكل أعضاء المكتب الفيدرالي يعني هذو الناس جاو يخدموا المصالح توحهم جاو كما نقول إحنا جاو يديروا ضغوطات على الرابطات باش يقلعوهم هذو اللي ما يديروا في الرابط رام يديروا في الضغوطات هذا الكعس ولا حدو أما يديروا في الضغوطات على الرابطات يعني هذا الإنسان لي يخدم معلوزين تعرائيس تاعه يخدمه يعطيه السلعة يبيع يدي إلى جهة الشرقية يبيع ومنا فيها بزم أمور ليكذب علينا ويكذب علينا ويقول بللي عنا معلومات وعنا وثائق وعنا مكان حتى حاجة مكان حتى حاجة والإيام غدي تكشر مكان حتى حاجة والإيام غدي تكشر هذه هي تحيا أولاد الجزائر تحيا أولاد الجزائر وتحيا الجزائر ورب يحفظك بسحيته شكرا